صباح الخير وأهلا بحضراتكم وهذه الرحلة السريعة مع طرق ومايدين القاهرة والجيزة والأليوبية والوجه البحري وأيضا الوجه الإبيل الحركة بشكل عام طبيعي لا تعديل لا تغيير في أي من المسارات انطلاقة مرورية مع رؤية مرورية أيضا في إطار ما أعلنته الإدارات المرورية المختصة من تقارير بنقول الطرق السريعة الصحراوية والزراعية وشبكة الطرق في سويس والإسماعيلية بورسعيد ما زالت هناك بعض المناوشات بين الحين والآخر بيكون في قطع لعمليات الطرق لكن نتمنى إن شاء الله أمس وأول أمس كان فيه هدوء نسبي هدوء نسبي على شبكة الطرق في سويس والإسماعيلية بورسعيد نتمنى إن شاء الله أن يسود الهدوء الشارع السياسي لأثر كبير جدا على الشارع المصري بشكل عام نتمنى حلول سياسية تقدر تعكس وجه إيجابي للحركة المرورية وكل أوجه النواحي الحياتية في المجتمع المصري خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله على خير بإذن الله ونتمنى الاستقرار ونتمنى الهدوء لما نروح لشبكة الطرق السريعة الصحراوية والزراعية فنقول أن الطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي ماذا له الأفضل في نقل حركة المرور القادم والمتجه إلى مناطق القاهرة والأسكندرية مرورا بمحافظات الوجه البحري لما نروح لطريق أسيوت القاهرة الصحراوي الغربي سنجد أنه أسهل وأفضل في نقل حركة المرور القادم والمتجه إلى محافظات الوجه الإبلي لو قابلك أي موقف عايز أي مساعدة من المساعدات يعني برضو خليك فاكر رقم التليفون 0-122-111-4-0 0-122-111-4-0 ده سيارة الأغاثة الخبنة مجانية مقدمة من وزارة الداخلية رقم تليفون الخدمات الإسعافية 123 من الشمال اليمين 1-2-3 نخش بقى لداخل المدن والمحافظات ومداخل ومخارج محافظات الجمهورية سيولة نسبية في الحركة المرورية مع الوقت حد زيادة الكسافات والضغط المروري بشكل خاص المدخل الشمالي القادم من محافظات الوجه البحري وإحنا جايين إلى مناطق القاهرة مروراً بطريق إسكندرية الزراعي ومناطق اليوب ومناطق شبر الخيمة كورنيش الليل ومناطق أحمد حلمي كسافات عالية في الحركة المرورية مع الوقت كان فيه تكونات للشابورة المائية من المنتظر مع دقات العشرة والنصف دلوقتي إحنا الساعة 9 ونصف وديتين أتمنى كل ساعة مزبوطة بالنسبة للزوابان الكامل بالنسبة للشابورة المائية مع دقات العشرة والنصف سيبقى فيه وضوح كامل بالنسبة للرؤية نخشي بقى لمناطق القاهرة وبنقول كبري أبوافية لحركة المرور القادمة من مناطق كبري الأوبا وكبري الفنجاري كبري أبوافية وإحنا راحين إلى مناطق القلفاوي كبري أبوافية كان فيه أوتوبيس معطر في منطقة مخنوقة ده أدى إلى تعطيل حركة المرور بالنسبة للقادمة من مناطق كباري الأوبا والفنجاري وإحنا متجين إلى مناطق أبوافية برضو نخلينا فاكرين ونحن جئين من مناطق أصر الأوبة ومناطق مصر والسودان على طول إلى مناطق رمسيس سيكون أفضل لو كملت مع كبري الأوبة ومناطق كبري الفنجاري برضو ما نساش مناطق سكة الويلي وشارع بورسعيد ومباشرة في اتجاهاتي إلى مناطق رمسيس علشان تخفيف الأعباء والضغوط المرورية من كبري أبوافي برضو لما نروح لمناطق ميدان التحرير في غلق لمناطق ميدان سيمون بليفار وأيضا بالنسبة لمناطق ميدان التحرير ما ننساش برضو ونحن جئين من مناطق القاهرة المختلفة ومناطق المعاد وحلوان وداخلين إلى مناطق الأصر العيني شارع السد البراني ممكن أكمل في الأصر العيني إلى مجلس الشعب لكن مش هتخش شمال في عبدالقادر حمزة لأن عبدالقادر حمزة هيوديك ميدان سيمون ميدان سيمون مقفول برضو عشان نبقى فاكرين ونحن رايزين دلوقتي ونركب سهلاتنا نبقى عارفين حركة المرور مشة زي بالنسبة برضو للقادم من مناطق الجيزة في اتجاهتنا إلى مناطق القاهرة المختلفة طريق النيل وكبر الساحل لو هيخدمك في اتجاهتك إلى مناطق القاهرة حيكون أفضل دون كورنيش النيل وشارع أو كبر أصر النيل في اتجاهتك إلى مناطق ميدان التحرير بين الحين والآخر بيبقى فيه غلق بالنسبة لكبر أصر النيل وأيضا بالنسبة لكبر أكتوبر اللي بيشهد الآن كسفات لو السورة جبنا دلوقتي كبر أكتوبر يعني كم من لحظات كم فيه كسفات على في الحركة المرورية القادمة مناطق الجيزة وإحنا متجهين إلى مناطق القاهرة ومناطق مدينة ناصر برضو عشان كده بنقول يمكن الصورة مش هتقدر تجيب أعلى مناطق مدينة ناصر أو أعلى مناطق رمسيس وإحنا متجهين على طول إلى مناطق مدينة ناصر عشان كده برضو إحنا بنقول وبننصح أن احنا ناخد منزل كبر أكتوبر المؤدي مباشرة إلى مناطق رمسيس يمينا عبدالخالق سروط مناطق وسط البلد نفق سيرات الأزهر مباشرة في اتجاهاته إلى مناطق صلاح سالم برضو لما بنروح لمناطق الدويئة ومناطق أصل النابي محطات السولر المتواجدة ما بعد تقاطع امتداد رمسيس مع الأوتستراد في اتجاهاته إلى مناطق الدويئة محطة السولر برضو دي بتؤدي إلى تعطيل حركة المرور برضو علشان قاطر مشكلة السولر اللي احنا عارفينه برضو في مشاكل أيضا بالنسبة لمحطة بنزيل أصل النابي ونجاي من مناطق المعادي وكورنيش النيل عشان كده الأوتستراد ممكن يخدمني من وإلى مناطق المعادي وحلوانه ومناطق القاهرة عشان ما تعرضش لتوقف في حركة المرور وكسافات عالية في مناطق أصل النابي قبر أكتوبر احنا اتكلمنا عن قبر 6 أكتوبر لما بنتكلم عن مناطق القاهرة بشكل عام بنقول فيه كسافات عالية في الحركة المرورية لكن برضو بنقول أن فيه معدلات إنسابها أفضل خلال الفترة أو خلال الدقائق القادمة همت رجال المرور إن شاء الله وبنقول ربنا قويهم بإذن الله خلال اللحظات القادمة في رفع معدلات الإنساب المروري بشكل خاص يعني اللي رايح شغله دلوقتي برضو نتمنى بإذن الله يبقى فيه معدلات إنسابها أفضل في الحركة المرورية بشكل عام مشاهدين يسعدني ويشرفني يكون النهاردة في ضيافتي الأستاذ الاستشاري المهندس السيد خليل منورنا 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 دونورك الله يخلى حضرتك انتباعاتك عمتنا عن الشارع المصري ويمكن إحنا برضو كلينا حلقة مع حضرتك علشان إحنا مشاهدين لما بيجي أي خبير أو أي متخصص معنا إحنا بنفتح معا ملف من الملفات وبرضو ما بنسيبش الملف ده يعني بنتكلمش عن طريق أو بنتكلمش عن إنجاز أو بنتكلمش عن مشروع وبنسيبه لا إحنا بنتابعه وفي ضوء برضو الإجراءات التنفيذية اللي اتخذت أو لم تتخذ بعد برضو بنفهم الأمور وبنسيبش حاجة غير لما بنحطينها معالجات من خلال متخصصين وناس فاهمين وناس مهمومين بالمشاكل المرية أنا طولت عليك لا ما فيش مشكلة فضل معا والله أنا بقول الانضباط لو حطينا هدف أساسي بالنسبة لنا الانضباط الشارع المصري ممكن الانضباط ده ينحط على جميع بقية مؤسسات البلد حتى الشغل كل حاجة فالنهاردة بندعو لانضباط الشارع بنقول للناس أرجوكوا للمرور أرجوكوا للسوائين ومستخدم الطريق أرجوكوا عايزين لحظة نقف مع نفسنا إحنا اللي بنتأثر مواندي السيد هو احنا بنقول التبطرات بترجع لي الشارع السياسي وهدوء الشارع السياسي وتهديئة الأجواء السياسية حيكون لها إنعكاس إن شاء الله على الحركة المرورية وكل النواحي الحياتية بإذن الله نتمنى على خير عايزين نخش بقى في العربيات والسيارات إن شاء الله الشارع السياسي السموء إحنا الجو بتاعنا تالي جو أهل أسهل شوية إن شاء الله محلولا فخلينا في المرور وخلينا في العربيات هنبدأ بمنطقة الدائري اسكندريا الزراعي اسكندريا الزراعي اسكندريا الزراعي المنطقة أكتر أزمة موجودة من منطقة أليوب لحد منطقة الدائري لحد المؤسسة المنطقة دي تستطيع الطول بتاعها في حدود أربعة كيلو الحل بتاعها تقرر وتعمل اللي هو استخدام طريق المصانع وبالإضافة تحت كبرى الدائري فيه أربع دوائر ممكن هيظهروا في الصورة دلوقتي دول يستخدام مواقف أو أماكن خروج العربيات الموجودة الحل بسيط وماشي مكلف ومفيش فلوس والدرس سواء قلناه أو هاي الطرق الكباري ومتخلاج نتميت يوم الدرس التنفيذ هيتنفذ إمتى أنا بنشط هاي الطرق الكباري والقدر العمل المرور إمتى هيتنفذ وفي الحتة دي فيه حتة مهمة جدا ده بالنسبة طريق المصانع استخدام طريق المصانع الطريق دي بدايته في حدود 20 متر فيه بعض الإشغالات البسطة ده من عند أليوب وحنا متجهين لمراضي الشبرى بالزبط كده ده بيطلعك على القوس الغربي اللي طالع على أكتوبر ده بياخد لك 20 إلى 25 من الحركة 5% من الحركة بتاع طريق ماسك من دير الزراعة ده حيوقف الحركة ده كله حفر وكله مطبط الطريق مرفوح سيادتك وشفناه وهو فيه حاجة واحدة بس بسيطة والكلام ده خالصا كمان فيه خط الغاز كان موجود وتواصلنا مع مدير الطرق في الأليوبية واخدين الفلوس من شركة الغاز ومفروض يرسفوا المكان الموجود المتر الموجود ماشي سابتك وفيه حاجة إيجابية حصلت جزء واحد من عشر من الحل تم وبصراحة أنا بحيي مدير طريق ماسك ندير الزراعي مقدم محمد الهادي فيه فتحة تحت الزراعي خلى العربية بدل ما تقف في نهر الطريق تقفل الطريق اللي حتنزل الركاب بتخرج برة ولو الفيديو موجود متصور بالحتة دي فالنهار ده فيه إيجابية موجودة فأتمنى المعدل ده يزيد إن النهار ده كل واحد في مكانه يقدر ياخد قرار ويحل مشكلة دي نقطة تاني حاجة منطقة المؤسسة موقف المؤسسة ده مأساة تعدي منه بتاخد ساعة دلوقتي بناشد وبقول السيد رئيس حي شبرى الخيمة انزل المؤسسة وشوف إيه اللي موجود لو قدرت تتعدي برجليكي بلك حق أنا لقطة دلوقتي برضو هنشوفها لمناطق المدخل الشمالي للقاهرة الكبرى ومناطق شبرى وبرضو الفضوء التصورات الحاردة كنت بتقولها دية المكان اللي هو تحت الدائرة شايف سيادتك فيه مسلس في أقصر صورة في اليمين فوق ده اللي هو التعمل دلوقتي لنزول السيارات فيه دايرتين اتنين موجودين الدايرة دي تتعمل موقف شرق القاهرة والسلام والعاشر المسلس اللي قدام في الشمال استنى 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 يا باش مهندس بس دايرتين ايه بقى لانت عايز سعملهم مواقف اليمين والشمال دولت ده دولت على طول بيطلوا على اسكندرية الزراع ده احنا بنعاني من مناطق موقف العاشر من رمضان عشان بيطل على طريق اسماع الله الصحراوي والكسفات والضغوط والارتباكات اللي بتأثر على الكلية الحربية ومناطق الهيكستير ما حمنا لو عملنا مواقف هنا هنزيد الكسافة ونزيد الضغوط صح الكلام سيبتك تمام مئة في المئة لكن الوضع القائم دلوقتي ايه العربيات موجودة والموقف موجود والناس بتقفوا الطريق على طلاق اذا وجدت حل مؤقت حل مؤقت لحد نبدأ مد المترو لحد أليوب الكلام ده يحل معاك ويحل الكسافة في المكان ده هايبقى معانا مدين مرور الأليوبية نتمنى ذلك أنا بناشد دلوقتي فتح طريق المصانع فتح طريق المصانع ده هيحل جزء كبير جدا من طريق مسكندريا الزراعي هيحلها الأماكن اللي موجودة يمكن مشكلة قابلتهم بس فيه كم إجغالات رهيب يعني كم إجغالات رهيب أنا بعلن في بنامك حضرتك فيه سبعة تمن أكشاك نشوق في الحتة دي تواصلت مع الناس دول وقلت لهم يا أخوانا هنوفر لكم مكان في نفس الإيريا دي في مكان بعيد عن نهر الطريق الناس وفقت وقالوا يا أهلا وسهلا ولكن النهاردة المسؤولين اللي هو سواء مدير الأليوبية للطرق أو مدير مرور الأليوبية يا أهلا وسهلا يا تواصلوا التليفون معاهم ونكلمهم ويجي وننزل ونبدأ نشتغل أنا بقول لحضرتك الراجل بتاع مرور طريق مصاندريا الزراعي المقدم محمد الهادي فتح فتحة في صدادة حلت عاشة 15% من المشكلة يعني حلول موجودة ممكن نروح بقى لمنطقة أخرى منطقة العاشر من رمضان منطقة موقف العاشر يمكن دي تسيادتك هؤلاء حصل الصورة بتوضح العربيات بتدخل ده بقى اللي أنا بقول لحضرتك عليه الموقف جنب طريق الإسماعيلية الصحراء يعني العربية تطلع على الطريق مباشرة ده بيؤدي إلى كسافات مرورية عالية جدا للقادم والمتدقى إذا تم تأهيل مدخل سليم ومخرج سليم لا يؤثر على الحرك يعني مدخل سليم ومخرج سليم أجي دلوقتي مدخل سليم الناجي قبل دخولي الموقف ده بعشرة متر بخمستاشر متر بعشرين متر بنسميها حارة تهداءة تفصل الحركة عن الطريق الرئيسي مخرج سليم إن أنا الطريق الرئيسي قدامي عشرين متر عشر متر أبدأ أعمل مخرج بعيد عنه بمسافة خمسة ستة متر ويبدأ ياخد لحد ما ياخد سرعته ويبدأ يدخل على الطريق كانوا بيقولوا إن موقف العشر من رمضان حينتقل هو في حال تم الموقف العشر من رمضان إن أرض الدواجن أرض الدواجن تخصصت لإنشاء موقف العشر من رمضان دي بتابعوا لقد إيه أرض الدواجن دي عن مناطق الموقف الحالي اتنين كيلو بالزبط اتنين كيلو في اتجاه اللي طالع من السلام رايح لمدينة الخوفية هتقدر تستوعب دي هتستوعب المساحة جبيرة جدا بتستوعب كل ما تتخيله من المواقف اللي موجودة مين اللي بيقوم بالأعمال هو كان محافظة القاهرة وهي الطرق الكباري تمام قوات مسلحة داخلها في الموضوع لا ما أعتقدش القوات مسلحة مناش الدور في الموضوع ده الأرض دي مشتبع القوات مسلحة معانا مجموعة من السور برضو ممكن نعلق عليها من خلال حضرتك تمام دي مثلا حاجة هيت أنا بقولها دلوقتي اللي هو ده نفق السلام اللي خارج من جاي من طريق مصر من الديري في اتجاه مصر الجديدة المخرج بتاعه أربعة متر خمسة متر وجنبي مساحة لحد الصور اللي موجود ده في حدود عشرين تلاتين متر ايه المانع ان عرض المخرج بدل ما هي حرة واحدة بحرتين اتنين وثلاث حرارات يمكن الصورة موضحة الكسافة اللي موجودة في مدخل المنطقة دي اللي بيخرج من الديري على حد ما يوصل لي يخرج من منطقة السلام بياخدل فوق النص ساعة تعريض المخرج فقط بتاع الإجزيت اللي هو بيودي على منطقة مصر الجديدة دي تعريض ده مش ياخد حاجة خالص لحد ما ربنا يسهل ونبدأ نعمل الموقف الموجود تعليقوا كين على شو ما دفعا؟ ده آخر طريق المصانع وأنا أعتقد فيه بعض الحوار كان في فتح اتقفل تاني ليه؟ دي نهاية طريق المصانع الطريق بيبدأ بعشرين متر هناك هنا في العرض ده اتناشر متر هل ما هي مشكلتنا ومشكلة الطرق عندنا في القاهرة أو في الجيزة أو في الأليوبية أو في الجمهورية قفل وفتحه محدش يعرف مين بيفتح ومين بيقفل وقالنا من المهندس المختص هو ليه؟ ده طريق موجود مرصوف تم إنشاؤه أوله عشرين متر أخره اتناشر متر اللي هو طريق المصانع ده طريق المصانع لما لا يتم استخدامه؟ ومؤهل إن أنت تطلع على القوس الغبي ياخد حركة ويخفف على طريق سكندريال الزراعة بيخاخد عشرين خمسة وعشرين في المية من حركة طريق مصد كندريال الزراعة ده تفري معنا كتير دي تفري كتير تقلل المسافة دي بدل ما تخده في ساعة نص ساعة هتخده في خمس دقايق الإجراءات اللي حررتك قمتي بها إيه؟ سواء مع أليبيا أو مع مهندسين الطرق والله هاي الطرق الكبار عندها الحل الإدارة العامة للمرور عندها الحل لجنة المية يوم للمرور عندها الحل التنفيذ يبدأوا يشتغل آه فيه صور تانية معنا دي الصورة اللي موجودة أنا طبعا دلوقتي مشكلة القاهرة الانتظار الخاطئ أي شارع دلوقتي طاير منه حارة أو اتنين أو تلاتة في الانتظار أنا بطلع مساحات موجودة أنت تعرف يا مش مهندس المشكلة عندنا كمان فيه؟ في حتة السيارات المحجوزة السيارات اللي بترفع بالأوناش عشان تحجزها في الإسم أو تروح وحدة المرور ما بتلاقيش أماكن دلوقتي ده بالإضافة إلى برضو النواحي الأمنية اللي احنا بنعاني منها حاليا فبرضو بنقول أن لو أمكن وأن هناك مساحات ممكن تخصص وتؤمن من معرفة وزارة الداخلية والسيارات المحجوزة نروح وننقل فيها أعتقد دي هتحل مشكلة القاهرة الصورة اللي ظاهرت دلوقتي دي مساحة على السكة البيضة الصورة اللي قدامنا دلوقتي الصورة دي ولا اللي قابليها؟ لا اللي هي قدامنا دلوقتي الصورة دي اللي هي على طريق النصر قدام اسم مدينة نصر فيها جراش الخدمة الوطنية اللي هو في الأول فيه خمس قطع أرض ظاهرين قدامي فضيين خصص ثلاثة أعملهم جراش وحتيتين لحجز العربيات معانا كمان صورة على فكرة ممكن أن أرمك عليها سريع فيه أرض كمان الموجودة المساحة الكبيرة اللي هي قدام مول شهير في مدينة نصر المساحة دي على فكرة فوق المية وخمسين ألف متر يعني تساعة عشر خمسين ألف عربية يبقى لازم النهاردة نبدأ بإيجابية أنا كمواطن ألتزم أنا كمواطن ألتزم كمرور وطرق يبدأ الدولة تساعد نفسها الأرض دي تابع القوات المسلحة أنا قلت لهم جاهزة تواصل مع القوات المسلحة والقوات المسلحة بتساعد كتير والأرض دي تخصص حتى مؤقتا لهذا الاستخدام مهندس سيد خليل استشاري الطرق يعني احنا فتحنا مع حضرتك ملفات خاصة باسكندرية الزراعي موقف العاشر من رمضان والأماكن اللي حضرتك قلت إنها تنفع تتحط فيها السيارات المحجوزة أو السيارات اللي هي ممكن بترغب في الانتصار يعني نتمنى إن شاء الله في ذوء الفقرة اللي جاية مع حضرتك نبقى برضو فيه معانا حلول ونقدر من خلال حضرتك ومن خلالش مشاهدين نبقى ندي إطلالة وعملية تنوير وإرشاد إيه اللي حصل بالضبط وإيه اللي اتعامل بالضبط إن شاء الله ونتمنى والخير إن شاء الله للبلد ونتمنى الهدوء يا رب شكرا لحضرتك شكرا لحضرتكم مشاهدين ساعدنا بحضرتكم جدا ونتمنى إن شاء الله أن نلقاكم على خير بإذن الله وانتابع مع بعض فقرات نهارك سعيد شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك